النهاردة قالوس كيروش هاوف شوية عند التويتا دي كتب تويتا جديدة واجه فيها رسالة للعبي المنتخب قبل مبرتي السنغال في أدور فاصل مواهل للمنديال كتب فيها العد التنازلي لكأس العالم بدأ 15 يوماً قبل انطلاق مع أسكرنا فقط بالسلوك الصحيح الذي أظهرناه من قبل يمكننا النجاح وتحقيق الحلم المصري والوصول لتوقعاتنا وأهدفنا علينا أن نكون متوضعين وفي كمة التركيز وملتزمين بالعمل الجاد في كل لحظة من حياتنا تلك هي التركيبة التي ستقودنا إلى قطر أتمنى لكم جميعاً الأفضل ولكن لا تتساهلوا أو لا تخطئوا واستعملوا هذا الوقت للتحضير وقال في الآخر جاهزون 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 يا عم كيروش جاهزون جداً جاهزون دي بقى تنطبق على الكل تنطبق على اللاعبين تنطبق على الجهاز الفني تنطبق علينا إحنا كإعلاميين تنطبق على حضراتكم كجماهير وإحنا طبعاً كجميع كلنا يعني جميل منتخب مصر تنطبق على الجميع نستعد المنتخب مصر نركز مع منتخب مصر نشوف منتخب مصر ما نتكلمش أو نسرح قوي أصل التحكيم مش عارف بيعمل إيه أصل أنا مطش إيه اللي مش متأجل أصل أنا مش عارف عايز إيه بصوا بصراحة شديدة أنا أحترم حقوق الجميع يعني كل نادي وكل لاعب وكل مدرب من حقه يدور على حقوقه بس فيه وقت كده محتاجين الحالة العامة المهود العام يبقى عينينا مركزة على منتخب مصر عينينا على الهدف هذا الهدف الذي كان يتحدث عنه محمد صلاح من يومين في هذا الحقوق اللي كنت لست بكلم حالكم عنه هدف هدف نركز عليه وهنوصله لو اشتغلنا كلنا بقلب رجل واحد هي مش مش أكل شهاية بس لو اشتغلنا فعلا بقلب رجل واحد كلنا كنا في ظهر بعض كلنا سندنا بس بصدق بصدق عشان بس في ناس يتقولك إيه الجملة الشهيدة يا عم احنا كنا بنساند عشان يعني المفروض نساند عشان يعني آه يعني لازم نساند وخلاص لأ مش لازم تساند وخلاص ساند بقلبك ساند بحب ساند بإخلاص اشتغل انت كمان شغلك في الوقت ده يعني المدير الفني شغله انه يدور على لعيبة يجهزهم هو الجهاز الفني يعني يروح تدريبات يروح مباريات يشوف مين الانسب للمباراتين اللعيبة محتاجة تتدرب كويس تبقى مخلصة في التدريبات بتاعتها عشان تبقى جهزة مية في المية لما تروح المنتخب دي الحاجات اللي بيعملها الجهاز الفني والعبيل احنا بقى مهمتنا ايه مهمتنا نساند نسقف نشجع نقول للناس يلا اشتغلوا احنا في ظهركم اعمل اللي عليك وهنساندك ونفرحك اعمل اللي عليك وهنساندك ونفرحك هي كورة في الاول وفي الاخر كورة ومباراة ممكن تكسبها وممكن تخسرها ايه وممكن تخسرها هنحلم ونتمنى وعندنا الامكانيات ان احنا ننفذ وننجح ونكسب بس وارد نخسر عشان دي مباراة كورة يعني مباراة بين فريق وفريق 11 و11 فريق قوي وفريق قوي ببساطة شديدة 50-50 احنا بقى اللي بيقدينا نزود 10% كمان لما ننزل اللعيبة ديت وهي نزلة تاكل النجيلة بتلعب بالقلب والروح والحماس بنقول لهم انتو حسن لعيبة في العالم بنقول للمدير الفني بتاعنا احنا فخورين ان انت المدرب بتاعنا نساند الكل بس بصدق وبحق بجد يعني مش اللي هو كلمتين والسلام مش الكلمتين والسلام عارف انت فيه حد يقول لك ايه يا عم يلا كله بيساند تعالى نساند لأ ساند بجد اصن انت حدق انت اللي هتنبسط كمان في الاخر وهي الناس دي بتلعب ليه او بتلعب لنفسها طبعا بتلعب لنفسها عشان عايزين يعملوا تاريخ لنفسهم طبعا طبعا بس هم كمان بيلعبها عشان نبقى مبساطين وفرحانين هنبقى فرحانين او لما نوصل كاسي العالم دي مش محتاجة يعني فعشان نوصل كاسي العالم احنا كمان لينا دور ما تقعدش بقى ايه تستنون هم يلعبوا هم يشتغلوا وتقعد انت بقى تقول ايه يا طارى بقى التويتا اللي هكتبها بعد المطش هاجم مين بقى هاجم كالوس كيروش ولا هاجم محمد صلاح ولا هاجم اللعيب وتبقى مجهز انت البوست ولا التويتا كده وايه وهتبقى البطل بعدها انه خسرنا فانا بقى هطلع بطل لا يا سيدي عايزين نفرع اكتر عايزين نقول لهم برافو عليكم احسن فتعالي نساند كلنا ونشجع ما تبقاش بتفكر بقول لي نفسي وبقول لي حضراتكم بقول لي الجميع يعني يعني بنصح نفسي كمان انه ما نتصيطش الاخطاء من دلوقتي وان شاء الله وانا قلت الكلام ده بكده واكرره تاني عشان يعني ايه لعله وعسى يعني في قائمة للمنتخب هتعلن كمان 12 يوم مثلا القائمة اللي هتعلن دي احنا مسندين ليها واحنا مغمضين يعني شوف انا 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 هقول لك الخيال لو جي كله سكيروش قال لك معلش انا مش هاخد محمد صلاح المباراة طبعا ده مستحي يحصل بس شوف انا بجيب لك محمد صلاح افضل لاعب في العالم جي الراجل وقال لك انا مش هاخده هو حر هو حر ولينا بقى هنعمل في الملأ يعني هنلعب ونشوف فاي لاعب بقى حضرتك تشوفه مش موجود في المنتخب ما تفكرش هو ليه ما اتخدش المنتخب المدرب حر هو شايف طريقة معينة وشغل فن هيعمله في المباراة ديت او في المباراة ديت او في المباراة ديت دول هو بس القضرة بيه هو تقعدش تقول بقى ايه هو ازاي ما خدش فلان طب هو ازاي خد فلان هو ده بيلعب هو ده بيشارك اصدقى كبير اصدقى صغير اصدقى ما عندوش خبرة كل ده تقتل وتكسر وبوز في كاس الهم الافريقية يعني لما كان محمد عبد المنم جاي يلعب ازاي يا جدع انت ما يعني الراجل ما عندوش خبرات وبتلعبه في مباراة صعبة زي ديت دخل محمد عبد المنم في التشكيلة المثالية في كاس الهم الافريقية الاخيرة وكان من احسن اللعبين في البطولة تمام قالك عمر كمان عبد الواحد اللي واخده بديل لأكرم توفيق ازا كان اكرم توفيق نفسه ومش لعب بك رايت اساسا واخد عمر كمان بتوظفه في المكان دوت فانت كده بتعمل مشكلة عمر تقلق وكان من احسن اللعبين في البطولة صح قالك مهند لاشين ايه بس فين طريق حامد طبعا طبعا حامد اسم كبير وعظيم بس فين مهند لاشين قد واشتغل صح كل مرة خاط الدفاع كله طبعا انا مش عايز ايدي الكلام تاني كل شو قالي بنقوله خاط الدفاع بالكامل في كاس الهم نفقها يتصاب قالك التواخد اربع حراس مار ما ليه محمد الشناو يتصاب محمد ابو جابل يتصاب ونلا محمد سبحي وكان بديل وحيد محمود جاد فكل حاجة احنا كنا متصورينها غلط هو اثبت عكسها وقال ان هي صح فالراجل اللي هيعمله بقى يعمل اللي يعمله يختار اللي يختاره لحد ما نوصل للمباراتين ونلعب فيهم برجولة وبأداء حلو وبأداء محترم والنتيجة دي في علم الغيب الله اعلم لا انا عارفها ولا هو عارفها ولا هو يقدر يوعدك بحاجة ولا في السنغال يقدروا يوعدوا انهم هيوصلوا كاس العالم برضو هي مباراة بس نعمل نلعبها باخلاص وبرجولة